اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع قصة الكنيسة قصة الكنيسة الواردة في سفر الاعمال القصة الملهمة القصة المشجعة رأينا العديد من صفحات هذه القصة وكلها ملهمة ويمكن ان تكون سبب بركة لكنائسنا في هذه الايام في هذه الحلقة نتوقف امام صفحة غريبة وغير متوقعة في الكنيسة الاولى مبنية على ما جاء في اعمال خمسة والايات من واحد الى احداشر ودعوتها رياء في الكنيسة رياء في الكنيسة خلينا نقرى النص علشان نذكر هذه الحديثة الغريبة عن حنانيا وسفيرة ورجل اسمه حنانيا وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من السمن وامرأته لها خبر بذلك واتى بجزء ووضعه عند ارجل الرسل فقال بطرس يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتجذب على الروح القدس وتختلس من سمن الحقل أليس وهو باق كان يبقى لك ولما بيع ألم يكن في سلطانك فما بالك وضعت في قلبك هذا الامر أنت لم تجذب على الناس بل على الله فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه ثم حدث بعد مدة نحو ثلاث ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى فأجابها بطرس قولي لي أبي هذا المقدار بعتم الحقل فقالت نعم بهذا المقدار فقال لها بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا فوقعت في الحال عند رجليه وماتت فدخل الشباب ووجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلهم فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك كنا نود صديق المشاهد أن تستمر أعمال المسيح من خلال الرسل مع بداية هذا السفر فمنذ ميلاد الكنيسة في يوم الخمسين والرب يعمل بقوة والكنيسة تنمر روحيا وعدديا ولم يكن هذا النمو في ظروف طبيعية هادئة بل كان الشيطان يتحرك ويقيم المضادين والمعارضين ليوقف هذا النمو لكن في الحقيقة لم يستطيع وكل محاولاته من البداية وحتى الآن كلها من خارج الكنيسة وهنا خليني أذكر حضرتكم ببعض الشهادات البشير اللوقى في هذا الأمر أعمال 2-13 كان آخرون يستهزئون قائلين إنهم قد امتلأوا سلافة ده اتهام البعض من الخارج على الرسل وتلميذ المسيح في يوم الخمسين افتكروا مسكارة أعمال 4-31 وبينما هما يخاطبان الشعب اللي هو بطرس يحنى أقبل عليهم الكهنة وقائد جند الهيكل والصدقيون متضجرين من تعليمهم الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات فألقوا عليهم الأياد ووضعوهما في حبس إلى الغد لأنه كان قد صار المساء أعمال 4 وآية 7 ولما أقاموهما في الوسط جعلوا يسألونهما بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا الصحر بعوا آية 18 فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع كل هذه المضايقات كل هذه التساؤلات والطلبات الغريبة كلها كانت من خارج الكنيسة ورغم هذا كانت يد الرب واضحة والكنيسة تنمو ومن شواهد النمو الواضحة أعمال 2 و41 بعد يوم الخمسين وعزة بطرس قابلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو سلاسة ألاف نفس أعمال 2 و47 مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون أعمال 4 و4 وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا وصار عدد الرجال نحو خمسة ألاف أعمال 4 و21 وبعد ما هددوهما أيضا أطلقوهما إذ لم يجدوا البت كيف يعاقبونهما ده بطرس وحنى بسبب الشعب لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى أعمال 4 و31 ولما صلوا هنا كل الرسل معا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة أعمال 4 و33 وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع ونعمة عظيمة كانت على جميعهم كل ده بيأكد لنا فشل الشيطان في إضعاف الكنيسة من الخارج ويبدو أنه غير استراتيجية بتاعته وبدأ الشيطان من الداخل الشيطان من الداخل وده الأرناف في بداية أصحاح 5 انتهى أصحاح 4 بعطاء برنابة وسخاءه إذ باع حقله وآتى بثمنه للرسل والأمر اللي مفهوش شك أنه فيه قطار عمله زي برنابة وهنا أدرك الشيطان أن دي فرصته فمن هؤلاء يمكن أن يملأ قلب أحدهم بالطمع والرياء يختلص من سمن الحقل وقد كان فوقع حنانيا وسفيرة في الفخ ويمكن ارتبط حنانيا وسفيرة بالكنيسة من يوم الخمسين أو بعد كده ويمكن شعروا أنه ده أمر طيب أن يرتبط بهذه الجماعة الجديدة بكل ما فيها من امتيازات ويمكن شافوا بطرس ويحنى في مكان القيادة وحسوا بالطمع في يكون ليه بنفس المكانة وعلماء بالتأكيد بعطاء برنابة هنا أدركا حنانيا وسفيرة أنهما يمكن أن يقوما بنفس الدور حسب الظاهر على الأقل يقدم شيئا من عطياهم للكنيسة مشكلة حنانيا وسفيرة أنهما داخل الكنيسة ولكن للأسف أسلم أنفسهما للشيطان وأثبتا أنهما ورثت يهوذ الإسخريوطي اللي كان بين الرسل وأمين صندوق الخدمة ومع كل هذا اقترف أشر خطية في التاريخ بخيانة للسيد المسيح وتسليمه ليصلب قلت أن الشيطان في محاولاته السابقة لمحاربة الكنيسة من الخارج لم ينجح لكن يبدو أنه نجح هذه المرة إذ اقتنص حنانيا وسفيرة لإرادته وأظن أن استراتيجية الشيطان هذه مذالت مستخدمة فالخطر اللي بيهدد الكنيسة من داخلها أشر جدا بما يأتي من الخارج يمكن الرسول بولوس كان مدرك لهذه الحقيقة فكتب لكنيسة فيليبي وهو في السجن وهو بيحذرهم مش من الاضطهاد من أعداء الكنيسة من الخارج بل كتب علشان يحفظوا أنفسهم من أي انقسام في الداخل يمكن سمع عن الأختين أفودية وسنتيخي فكتب لهما أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكراء فكرا واحدا في الرب نعم أسألك أنت أيضا يا شريك المخلص ساعة هاتين اللتين جاهدة معي في الإنجيل معك لمندس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماهم في سفر الحياة أكيد الشيطان كان رغبته أن حنانيا يستمر هو وزوجته في الكنيسة ويكسراء من هذا السلوك الشرير ويكونان سبب ضعف للكنيسة كان الشيطان يرغب أن يحتفظ بهم في الكنيسة زي وكيلين ليه لتنفيذ مقاصده ضد كنيسة المسيح لكنه لم يستطيع حنانيا وسفيرة والرياء ترى إيه هي خطية حنانيا وسفيرة من كلام بطرس في عرض أربعة كما قرأنا نفهم أن الأمر لم يكن إجباري أن يبيع الحقل وحتى عند بيعه كان من حقه أنه يقدم ما يشاء من تمنه لكن حنانيا لم يسلك هكذا وقدم الجزء باعتباره الكل ولما سأل الرسول بطرس سفيرة قول لي بهذا المقدار بعتم الحقل فقالت نعم بهذا المقدار شارك حنانيا ومعاه سفيرة الكنيسة في العبادة والتسبيح وكسر الخبز وكل شيء ولما جات الفرصة للعطاء قرر أنه هما يسبحوا مع الطيار علشان الناس تشوفه وهو يعطيه هو مش أقل من برنابة وينبغي أن يمدح من الكنيسة بسبب عطاءه ويمكن اللي اشترى منه الحقل هو شخص خارج الكنيسة فلا يوجد أحد في الكنيسة يعلم حقيقة السمن من هنا كذب حنانيا بتصرفي هذا والكذب يا صديقي من الخطايا التي لا تأتي فرادا فكان بكذبه يخفي رياءه هم الأول صرته أمام الناس ارتدى حنانيا وسفيرة القناع وقماء بدور الأطقياء الأسخياء بتمثيل هذا الدور وهم في الحقيقة مش كده يذكرنا هذا المشهد بجيحة زي غلام عليشع النبي والمفترض أنه سيحل فيما بعد محل عليشع لكن كلنا فاكرين قصته رغم كل الفرص اللي كانت متاحة ليه أنه يكمل خدمة النبوة لكن بكذبه وشهوته لم يرس خدمة النبوة بل ورسة بارس نعمان السورياني خطية الرياء والمرائين خطية صعبة جدا جدا حتى أنه سيد المسيح حذر من هذه الخطية وكان عنده موقف شديد جدا حتى أنه حذر من الرياء في العبادة الرياء بالصدقة الرياء في وقت الصلاة الرياء في وقت الصوم اقرأ متى ستة في العز على الجبل تشوف كلمات الرب يسوع في هذا الأمر ومتى 23 لما كان بيتكلم عن الويلات اللي جاية على الكتب والفرسيين بسبب ريائهم خطية حنانيا وسفيرة الرياء والكذب خلينا نبص على الرسول بولس والقضاء أو القضاء الإلهي بفام الرسول بطرس أقصد القضاء اللي نطق به الرسول بطرس على حنانيا وسفيرة بعد ما قال لحنانيا أنت لم تكذب على الناس بل على الله وقع حنانيا ومات وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك بعد ثلاث ساعات دخلت زوجته سفيرة وكشف بطرس كذبها وقال لها هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا فوقعت في الحال عند رجليه وماتت مرة كمان الرسول بطرس بيستخدم اسم الرب يستخدم الرب بقوة هنا الرسول بطرس يستخدم الرب بقوة الرسول بطرس كما استخدمه في الماضي للخلاص يستخدمه هنا لأجل الدينونة والحقيقة بنرى في المشهدين معا مشهد شفاء وقلاص المقعد في أصرح ثلاثة ومشهد القضاء والدينون على الحنانية وسفيرة في أصرح خمسة تحقيق لقول الرب بطرس أعطيك مفاتيح ملكوت السموات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السموات وكل ما تحل على الأرض يكون محلولا في السموات طبعا الرب قال نفس الكلمة نفس القول ده لبقية الرسول في ماتة 18 لكن واضح أن بطرس كان عنده تكليف خاص في مثل هذه المواقف فإدر مع المقعد تحل خطاياه ومع حنانية وسفيرة بسلطان أيضا ومسكت عليهم خطيتهم وده معنى الكلام اللي قاله الرب البطرس وقاله أيضا لبقية الرسول لكن البعض برضو بيتساءل هل كانت خطية اختلاص حنانية وسفيرة جزء من سمن الحقل تستحق هذا القضاء الرهيب ليه بطرس لم يعطيهما فرصة للتوبة والرجوع هل كان الله قاسي معهما بأكثر مما يستحقان ثم إيه مصيرهم الأبدي إذا كانا من أعضاء الكنيسة الأولى للإجابة على هذه التساؤلات أقول لك صديق المشاهد رؤية بطرس للخطية اللي ارتكباها كانت واضحة جدا يقول له لماذا ملأ الشيطان قلبك لتجذب على الروح القدس وتختلص من سمن الحقل فالموضوع الشيطان بيحارب الكنيسة من خلال القيادات الدينية واليهودية والسلطات الرومانية من قبل ولم ينجح ها هو يأتي الآن بجولة جديدة لكن هذه الجولة زي ما أشرنا منذ قليل من الداخل بطرس إذن بسلطان الرسول يقف بحزم أمام الشيطان وأدواته ليحفظ الكنيسة مقدسة وبلعيب من مصلحة الشيطان أنه يظل حنانيه السفيرة في الكنيسة علشان يعملوا عمل الخميرة التي تفسد العجين كله يمكن بطرس تذكر كلمات الرب يسوع اللي قالها قبل كده هأنا أعطيكم سلطانا لتدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو هل ممكن نشوف بطرس وهو بيمارس التأديب الكنسي صحيح عمل كده ولا ينبغي أن تهتم الكنيسة بدون بخدمتها بدون هذا الجانب فتنزل الذين بلا ترتيب زي ما قال الرسول بولوس في تسانونيك الأولى خمسة أربعة عشر تأديب الكنسي اللي مارس بطرس ينبغي أن تمارس الكنيسة بكل طريقة ممكنة مع تمكين المحبة بالطبع والفرصة الأخرى لكن في ضرورة أحيانا لممارسة التأديب الكنسي ثم إن الله في كل التاريخ لا يتساهل مع مثل هذه الخطايا واللي بتمارس في الأقداس يعني هنا الخطيئة تمارس داخل الكنيسة فكرين نداب وأبيه ابنه هارون لما ماتا أمام الرب علشان قدموا نار غريبة لم يأمرهما الرب بها في لوين عشرة وغضب الرب جدا بسبب خطيئة عخان بن كرني لأنه خطيئته كان وسط الجماعة وكان عقابه عقاب شديد جدا جدا أما مصير حنانيا وسفيرة الأبدي ففي الحقيقة الكتاب صمت ومقدمش لنا شيء بهذا الخصوص وإذا اعتبرنا حنانيا وسفيرة جزء من الكنيسة يبقى انطبق عليهم القول كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون أما النهاية الضرامية اللي حصلت معاهم ممكن ينطبق عليهم القول لو كن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم كرونس الأول 11 31 و 32 على أي حال نترك مصيرهم الأبدي بين يدي الله ونأخذ العبرة لأنفسنا فنكون أمناء في ما هو للرب وما هو للآخرين إلهنا حبائي فاحص القلوب ومختبر الكلة وحياتنا بأمانة ستحفظ الكنيسة في نقاوتها وقداستها سلوكنا الشخصي أو العائلي له تأثير على نقاوت شعب الرب على قداسة جسد المسيح يحفظنا الرب لكي نعيش بتطقيق وأمانة ويكون هذا السبب بركة لنا ولجسد المسيح وإلى لقاء جديد في الأسبوع القادم والرب معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر